قال لا تقولوا كما قال من قبلكم من الأمم سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا ماذا قال الصحابة؟ راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل راجعوا النبي؟ لا لم يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام بل سلموا مباشرة قالوا سمعنا وأطعنا فلما علم الله صدقهم أنزل الله التخفيف قال في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها شخصية المسلم تتميز بالطاعة والتسليم إذا جاه الأمر من الله أو من النبي عليه الصلاة والسلام سلم وهذا هو الحال الله سبحانه وتعالى ماذا يقول لعباده يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ما لك اختيار إذن إذا جاء الأمر من الله ومن الرسول عليك التسليم تقول سمعنا وأطعنا وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكون شهداء عن الناس ويكون الرسول عليكم شهيداء إذن هذا أمر مهم متعلق أيضا بالوساطية ما يتعلق بالاتباع بالاتباع أذكر لكم موقف للصحابة رضي الله عنهم موقف عظيم أيضا يدل على التسليم عندما نزلت الآية في قولي تعالى وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ تأملت هذه الآية هل وقفت عندها في يوم من الأيام هذه الآية نقرأها دائما وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ ماذا تعني هذه الآية؟ يعني إذا حدثتك نفسك بأمر أو بأمر سوء فإنك تحاسب عليه هذا ظاهر الآية وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فيغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا هذه الآية جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجتوا على الركض فقالوا يا رسول الله لقد أنزل من الشرائع ما نطيق ولقد أنزلت هذه الآية وإننا لا نطيقها يعني صعب علينا وإن أنفسنا لتحدثنا بسوء النفس أمارا بسوء ماذا قال له من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تقولوا كما قال من قبلكم من الأمم سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا وأطعنا ماذا قال الصحابة؟ راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل راجعوا النبي؟ لا لم يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام بل سلموا مباشرة قالوا سمعنا وأطعنا فلما علم الله صدقهم أنزل الله التخفيف قال في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذن جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك المقصود أو الشاهد من ذلك أن الصحابة كانوا يسلمون لما يأتيهم من الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام في عهده وكذلك قبل ذلك أيضا ما يأتيهم وما ينزل عليهم أيضا من الآيات وهذا هو التسريف تسريف نهاية التخفيف منه نهاية التخفيف منه